أهلا بكم من جديد ويصحبنا هذا اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي في منشتات سودانية الأستاذ حيدر المكاشف مرحبا بك أستاذ مرحبا أستاذ مصطفى الشيخ ومرحبا بالمشاهد الكريم نبدأ هذه الجولة معك من صحيفة السودان ومنها نقرأ أمريكا وألمانيا ترفضان الحصار على قطر والإمارات تراهن على الدبلوماسية قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون إن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر غير مقبول دعيا لإيقاف تصعيد الأزمة في وقت أكدت فيه الإمارات أن الحل سيكون عبر الدبلوماسية وليس اللجوء لأطراف خارجية وأضاف تليرسون أن الحصار الذي فرضته دول خليجية على قطر يؤثر على المعركة التي يقودها الجيش الأمريكي ضد تنظيم الدولة الإسلامية ويضر بالعمليات العسكرية ضد من ساهم بالجهاديين وفي السياق دعا وزير الخارجية الألماني زاغمار جابريل إلى رفع الحصار المفروض على قطر واعتبره أمرا مرفوضا فيما قال نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قائمة الإرهاب التي إصدرتها الدول التي تحاصر قطر جزء من سلسلة اتهامات متكاملة توجه لبلاده من جهته قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس الجمعة إن نشر قائمة الإرهاب فرصة لقطر لمراجعة سياستها بعيدا عن المكابرة مشيرا إلى أن نواة المشكلة في دعم أجندة التطرف والإرهاب أستاذ حيدر ما زالت أزمة الخليج تتصدر كل الأخبار في كل القنوات والصحف والوكالات هذه الأيام وزير الخارجية الأمريكي يقول هذه المشكلة تؤثر على القضاء على الإرهاب تحديدا تنظيم الدولة الإسلامية وزير الخارجية الألمانية أيضا يتحدث أن هذا الحصار لا أساس له الآن أن يكون موجود في الساحة السياسية وزير الخارجية القطري يقول أن ذلك اتهام من الدول وزير الخارجية الإماراتي يتهم قطر بالإرهاب عدم التصعيد في هذا التوقيت لهذه الأزمة أزمة الخليج برأيك إلى أين ينضي؟ حقيقة كما هو يعني معروف ويمكن العالم كله تابع أن الأزمة بدت بالمقاطع الأعلنة الدول الأربع السعودية والأمارات والبحرين ومصر قاطعت قطر بيتهمة دعمها للإرهاب وفرضت عليها حصار بري وبحري وجوي وأيضا حصار اقتصادي وسياسي واجتماعي حتى نظرا للتداخل المعروف بين دول الخليج أعقبت ذلك بتصعيد آخر اللي هو إعلان قائمة من 59 شخص دمغتهم بالإرهاب وحوالي 12 كيان أيضا اتهمتهم بدعم الإرهاب الموقف من جانب الدول الأربع يمضي في تصعيد وتصاعد من جانب قطر أيضا نفت هذا الاتهام جملة وتفصيلا وأعلنت من جانب أيضا الدول الأربع أعلنت أن هذا موقف حاسم ونهاي ولا رجعت فيه من جانب قطر أعلنت رفضت هذا الاتهام جملة وتفصيلا رفضت القائمة الأصدرت الدول الأربع وأعلنت أن هذه شروط لن تخضع لها ولن تستسلم هذين موقفين يعني كل طرف تمترت في موقفه المطلوب هنا حركة لإصلاح ذات البين بين الطرفين تحركت في هذا الاتجاه كما هو معلوم دولة الكويت وأجرى اتصالاته ولقاءاته المختلفة ولكن المشكلة أنه يعني نشعر الآن بأنه المبادرة الكويتية ذي هدعت لا نقول أنها توقفت أو انتهت لكنها هدأت نوعا ما يعني يعني لم نسمع عن أي تحرك جديد في إطار المبادرة الكويتية أيضا هناك دول أخرى عربية أبدت استعدادها منها السودان ومنها الجزائر أعلنوا استعدادهم للدخول كواسيط في هذه المشكلة دعما للمبادرة الكويتية أيضا الرئيس ترامب أعلن أنه يعني يعني عرض خدماته في هذا الإطار على كل حال حتى الآن يعني يعني لا يلوح يعني أي حل في الأفق القريب يعني على الأقل لكن أنا أعتقد أنه في النهاية لا بد من حل طالة الأزمة أو قصرة لأنه المسألة لا تحتمل وأعتقد أنه يعني 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 الدول الخليجية أعتقد أنها تملك الحكمة والمقدرة في احتواء هذا هذا الخلاف يعني وأفتكر أنه من طبيعة من طبيعة الشخصية العربية زي ما معروف هي أحيانا عندما تغضب وتمارس نوع من الغضب بعنف ولكنها أيضا عندما تهدأ تمارس الحكمة والتعاقل هذه موصوصة بها الشخصية العربية كما وصفها ابن قلدون فأعتقد أنه الآن نحن في مرحلة وصل فيها الغضب قمته ولكن يعني نأمل في أنه تسود الحكمة ويسود العقل ويتم التوصل لهذه الأزمة لأنها أصلا ليست هذه الأزمة هي وليدة الأيام الفائتة إنما هي قديمة قديمة ومتجددة آخرة سنة 2014 نفسها ما عدا مصر بين الدول الثلاثة ما عدا مصر وقطر وتدخلت الكويت بمبادرة معروفة عام 2014 وتم توقيع اتفاق الرياض وتم احتواء هذه الأزمة وتجددتها لكن على كل حال دعني أقول أن الآن نعم صحيح يعني الوضع مقلق والوضع مزحج لكل شخص يعني لا أقول مسلم وعربي فقط ولكن لكل شخص محب للسلام العالمي والسلام الدولي ودور إنساني نعم نعم أكيد أكيد طيب أستاذ حيدر يحمد لأمير الكويت أن يقود مبادرة لإصلاح ذات البين أيضا ممكن أن نقول أن ذلك ضحفه من مجلس التعاون الخليجي الذي تأسسه يعني نقول حديثا 82 طيب عدم احتواء الأزمة حاليا ألا يكشف عن ضحف المؤسسات العربية كالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي مؤكد أكيد يعني هذا ضعف باين ويعني حتى الآن لم نسمع كلمة من الجامعة العربية حتى الآن يعني أنا شخصيا يعني رغم اهتمامي الكبير جدا بهذه الأزمة ومتابعتها عبر مختلف الوسائط لم أسمع كلمة للجامعة العربية حتى الآن في هذه الأزمة يعني لم تصدر بيان لم نسمع عنها الرأي معين لم تتحرك حتى في إطار جهود الصلحة التي تقودها الكويت بعض المؤسسات انخرطت في الصراع انخرطت في الأزمة وصارت جزءا منها رابطة العالم الإسلامي وغيره وغيره بدلا من أن تكون يعني هي واسطة خير بعضها انخرط في الصراع واصطفة مع هذا الطرف أو ذاك وحقيقة يعني هذه مشكلة والأزمة تكشف طعف باين للمؤسسات العربية التي ذكرتها يعني وعلى رأسها الجامعة العربية طيب هل المجتمع الدولي يتدخل وإن تدخل هل سيكون ذلك إيجابيا كان على مستوى مجلس الأمن نعم حتى الآن يعني ما في طرف يحبذ التدخل الدولي يعني لا أعتقد أن الدول الأربع ولا حتى قطر يعني الاتجاه يمضي ناحية تعالج المشكلة داخل البيت الخليجي ويمكن أن يكون البيت العربي الكبير والبيت الإسلامي أما لا أحد حتى الآن طلب التدخل الدولي أو تدخل دول خارجية صحيح هناك بعض الاتصالات تمت ببعض الدول مثل ألمانيا وروسيا وغيرها لكن كان ذلك في إطار شرح موقف كل طرف يعني القطريين نعم اتصلوا بتركيا واتصلوا بألمانيا واتصلوا بروسيا ولكن في حديث الوزير الخارجية القطري أن هذه الاتصالات جاءت في إطار شرح الموقف وليس لاستقطاب هذه القوة أو تلك إلى جانب الصفة القطري فأعتقد أنه كل ما بعدت القضية أو الأزمة عن التدخلات الدولية خارج الأسرة الخليجية كان ذلك أفضل وهو ربما سارع بحل هذه الأزمة بأسرع ما يمكن ترجمة نانسي قنقر